من بغداد إلى البصرة مروراً بكربلاء والنجف وذيقار وبابل والقادسية وغيرها من محافظات وسط وجنوبي العراق يواصل العراقيون ثورتهم المطالبة بإسقاط النظام السياسي وتأسيس عراق جديد يجمع أبنائه على الحق والعدل والحرية غير أن هذه الثورة لابد لها من تضحيات يدفعها الثوار من دمائهم وحريتهم تعبيداً للطريق نحو كرامة الوطن واستقلاله عن كل نفوذ أجنبي ولعل ذلك ما دافع صحيفة لوفيقار الفرنسية إلى القول إن صفحة جديدة في تاريخ هذا البلد العريق بدأت كتابتها بدماء شباب ثائر يواجه برقراطية سياسية سلبته الأمل في المستقبل كما نهبت خيرات البلاد وأفقر الشعبها صحوة للشعور الوطني والقوم يشهدها العراق مقابل تراجع حدة الاستقطابات الدينية والطائفية صحوة تعززها قناعة العراقين بأن الفسادة والطائفية كان الوسيلة التي من خلالها حاول الاحتلالان الأمريكي والإيراني إخضاع العراقي ويبقاه مجرد ساحة للتنافس بين واشنطن وطهران في تجاهل واضح لحق العراقين في امتلاك إرادة وطنية مستقلة المشروع السياسي للاحتلالين الأمريكي والإيراني خلف نتائج كارثية على العراق وشعبه فالبطالة تبلغ نسبتها أكثر من أربعين بالمئة بين الشباب الذين يقل سنهم عن ثلاثين سنة والمياه الصالحة للشرب غير متوفرة على الرغم من وجود نهرين كبيرين والكهرباء تتوافر لساعتين فقط يوميا في أكثر محافظات العراق أما عن الرعاية الصحية فليس في العراق نظام للتأمين الصحي للمواطنين كما تفتقل المستشفيات الحكومية العامة لأبسط المستلزمات الطبية من الأجهزة والأدوية وأما عن تدهور مستوى التعليم في العراق فحدث ولا حرج هذا الإرث الثقيل للاحتلال الأمريكي راكم لدى الشعب العراقي شعورا مريرا بأنه لا سبيل إلا بإسقاط العملية السياسية التي أسست على الطائفية وإسقاط كل رموزها الفاسدة تمهيدا لبناء عراق جديد يجمع كل العراقيين على هوية وطنية جامعة ويتجاوز كل أسباب الضعف والتبعية كلهم حرامية